السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وابناتي طلبة وطالبات التعليم الفني الزراعي الصف الثالث أهلا وسهلا بكم في حلقتنا النهاردة وحلقتنا اللي هي محطة العصائر والمركزات الحلقة دي اللي هي المناهج القائمة على الجدارات وعرفنا أن الجدارات هي عبارة عن معارف والتجاهات وسلوكيات للمادة بحيث أن أنت تبقى عارف تؤدي المهارة بطريقة متقنة جدا بحيث أن أنت إن شاء الله بإذن الله تواكب سوق العمل لو جيت اشتغلت في مصنع العصائر أو المركزات هتلاقي نفسك ملم المام شديد جدا بالمهارات المختلفة لهذا المنهج أو هذه الوحدة وبالتالي بيكون إحنا بندك البدايات وبندك الأساسيات اللي أنت بعد كده تقدر تشتغل بيها طبعا إحنا ساعات بنعمل محاكاة يعني بنعمل المعمل اللي عندنا أكد أنه مصنع بالزبط وبنجيب كل الأدوات والخامات والمعدات اللي لازمة لعمل المهارات المختلفة في هذه الوحدة وبالتالي أنتوا كطلبة بتحبوا أن نبتدي نشغلكوا أن تؤدي هذه المهارات بطريقة متقنة جدا وبالتالي كلكوا بإذن الله بتكونوا جادرين عشان خاطر تبتدي تاخدوا المخرجات التعلم المختلفة طبعا المناهج القائمة على الجدارات خلت الطالب يشعر بمتعة في أداء عمله أو في أداء المنهج بتاعه أصبح هناك ليست هناك سياسة طلقين مجرد أنه هو يبتدي ياخد معلومات وبعد ما بيجي ياخد المعلومات يا دوبك يبيحفظها وبعد كده تبتدي تطير من دماغه لكن لما هو بيبتدي يشتغل بإيده ويبتدي يعمل المنتجات ويعرف لما ييجي يعمل أو يدخل داخل المعمل السلوكيات اللي بيبتدي يعملها يدخل يبقى لابس البلط بتاعه يبقى لابس الطائية يبقى لابس القفاز يبقى يحرف طريقة غسيل الإيد كويس يلبس الحزاء الخاص أثناء دخوله المعمل السلوكيات دي بقت خلاص بقت معروفة عنده خلاص يبتدي نمى جواه هذا الروح وبالتالي لما بيجي بعد كده يبتدي يجهز الأدوات والمعدات بتاعته علشان خاطر يبتدي يشتغل بطريقة سليمة إذن أنت بتحط البنية الأساسية صح وبالتالي الطالب ده بيبتدي ينمو ينمو معك لحد ما يبقى فني ماهر يواكب سوق العمل كل أبناء الطلبة والطالبات إن شاء الله حيجدوا في الوحدات الخاصة ببرنامج فن التصنيع الغذائي تلاقي وحدات كلها وحدات ممتعة ووحدات حياتية بيمارسة في بيته بس تبصت إحنا بقى بناخدها بطريقة في المصانع فهذه هتبصت تلاقي يشعب بمتعة شديدة جدا أثناء هذه الدرسات إحنا كلمنا عن وحدة العصائر والمركزات قلنا إن في عندنا مخرجين من مخرجات التعلم فيها قلنا أول مخرج إنه هو بيصنع العصير والمشروبات المختلفة عندنا بقى عصير ومشروبات يعرف يعني إش شرب طبيعي وشرب صناعي وعصير وشرب مستخلص كلام ده كله ده في المخرج الأولاني المخرج التاني إنه هو يصنع المركزات ودي لسه إحنا ما تكلمناش عليها خالص ووقت ما حنيجي هنتكلم عليها بإذن الله بإذن الله حتكون يعني حناخد منتجات فيها ممتازة جدا وإحنا نقدر نصنعها في المعمل أو نشوفها في المصنع المرة اللي فاتت ما جينا تكلمنا تكلمنا عن تحضير المحالين تكلمنا حاجات كتيرة جدا في المحالين عرفنا يعني إيه كلمة محلول يعني إيه محلول اللي هي خليط من المزيب والمزاب وعرفنا إن إحنا عندنا أنواع كتيرة من المحالين عندنا في الأخص في الصناعات الغذائية تكلمنا عن المحالين السكرية وكلمنا عن المحالين الملحية تكلمنا برضو إيه فايدة المحالين السكرية وإيه فايدة المحالين الملحية في الصناعات الغذائية تكلمنا المرة اللي فاتت برضو عن أنواع السكريات الموجودة أو التي بتستخدم في عمل المحاليل السكرية واستخدمنا كمان واتكلمنا عن أنواع الملح المستخدم في عمل المحاليل الملحية طبعاً واتكلمنا عن أنواع الملح وشروط الملح المستخدم في عمل المحاليل وعدناها مع بعض وكان أبناء الطلبة كنت سمعهم وهم بيكلموا معايا وبيزبقوني في الإجابة بعد كده اتكلمنا عن ازاي تحسب تركيز الملح باستخدام العمليات الحسابية انا برضو الحتة دي او الجزئية دي هتدي ارجحها كده ببساطة معاك ووريهالكو انا وريتها المرة اللي فاتت بس احب اكد عليها عشان ندخل على الدرس لان كل الدروس مترتبة على بعض احنا قولنا عشان نعمل محلول ملحي او سكري معلوم التركيز بنستخدم طريقة حسابية معروفة جدا زي ما انا قلتها لكل مرة اللي فاتت اسمها مربع بيرسون ايه مربع بيرسون ده قولنا ببساطة جديدة ده بيبقى مربع بتحط في الوسط التركيز المطلوب اللي انت عايز تعرفه طيب انت ليه بتحسب المحلل بالتركيز المزبوط طبعا لازم تحسب لان انت لو عملت محلول سكري او ملحي مثلا مثلا عملت محلول ملحي انت عندك كمية زتون عايز تخلله والمفروض تعمله طريقة او تعمله محلول ملحي معين لو انت ما حسبتش كمية الملح وكمية المية اللي هتحطها عشان تعمل هذا المحلول انت بتعمل انتاج انت ما بتعملش في البيت انت مش هتاخد كيلو او اتنين كيلو وحتحطه في بطرمان وتعمل عن طريق الخبرة الشخصية بتعرف انت تعمله لا بس انت بتعمل كميات كبيرة وبالتالي لازم تكون الحاجات دي محسوبة بطريقة صحيحة ليه محسوبة لاني ما يحصلش عندك فساد للمخليلات ما هو الفساد على المخليلات ده ساعات بيحصل نتيجة ايه بيحصل نتيجة حاجات كتيره جدا انت ما زبطتش تركيز المحلول للملح حاطيت ميا وملح ما حسبتش التركيز بتاعها بالزبط وكميات المضافة ما حسبتهاش بطريقة صحة الميا اللي استخدمتها استخدمت ميا مش كويسة احنا اخدنا شروط الماء المستخدم استخدمت ملح مش حاطيت ملح احنا مش عايزينه مفروض فيه شروط للملح المستخدم التركيز زبطت التركيز بتاعك تعملت عملية حسابي عشان تقع في كمية الملح هتحطها قد ايه وبالتالي حنتفاد فساد المخليلات ايه فساد المخليلات ده ممكن حاجات كتيره جدا تحصل للمخليلات ومانيجي نتطرق لها في المخليلات في الاغزائي الشعبية وحدة الاغزائي الشعبية فيها جزء خاص بالتخليل طيب ايه ايه عندك مثلا ممكن تلاقي الصمرة منكمشة انك ماشي السمار تلاقي الزتون كده مكرمش انت استخدمت ملح كمية واكتر من اللازم لازم عملك هذا عملك هذا العيب ممكن يكون المخليل عندك مهري اتهرى يبقى انت استخدمت مياه وملح مش مزبوط ما زبطتش التركيز خالص من اساسه او استخدمت محلول ملحي تركيزه منخفض صاحب بتلاقي مثلا رواسب موجودة في المخليل انت استخدمت مياه مش كويسه او ما عملتش عملية بسطرة صح اه ممكن تستخدم تلاقي نمو وفطريات على السطح بتاع المخليل زي الفطر الابيض اللي هو المايكو دير ما ده كل ده حاجات اساسها ان انت بتحضر المحلول بطريقه صحيحه طيب خدنا المره اللي فاتت ابناء الطلبه ان عشان تعمل تركيز صح بنحط في الوسط ايه بنحط التركيز المطلوب صح طيب قلتلك عايز عشه في المياه محلول سكاري هتاخد العشه في المياه هتحطه في وسط المربع تكتب فوق التركيز الاعلى زي ما قلتلك وتكتب تحت في التركيز الايه الاقل وتعمل ترحل الاقطار وبالتالي الكمية اللي هتعرفها هتحط تقول قد ايه هنستخدم سكر وقد ايه هنستخدم مياه عشان ندوبهم في بعض ويكونوا محلول عشف المياه هنشوفها دلوقتي على الشاشة بتاعتنا علشان ناكد المعلومة بتاعت المره اللي فاتت اول حاجة تحضيري من محلول سكاري باستخدام مربع بيرسول هقولها لكو تاني اهو المربع بنرسمه بنحط جوه المربع التركيز المطلوب بنحط فوق ايه تركيز الاعلى برافو عليك طب بنحط تحت ايه التركيز الاقل بعد كده بنعمل طرح الاقطار نقول كده مسألة بسيطة كده مش مسألة تعتبر يعني حاجة بسيطة كده عايزة المطلوب منك ان انت بتحضر محلول سكاري تركيزه عشف المياه باستخدام مربع بيرسول خلي بالك دي مهمه انت بتعملها داخل المعمل تعال كده نشوف هنعمل ايه الاول رسمنا المربع برافو عليك رسمت المربع هتحط ايه جوه المربع هو قال محلول سكاري تركيزه عشف المياه هتحط العشف المياه فين هتحطه في وسط النربع صحي كده طيب فوق هتحط التركيز الاعلى تركيز الاعلى اللي هو ايه انا سمع طالب بيقول لي السكر او هنعتبر تركيزه كام مية في المياه نسبة المواد الصلبة فيه مية في المياه تركيز الاقل اللي هو هيعملك المحلول اللي هو ايه المياه تركيزه كام صفر في المياه برافو عليك هنعمل حاجة اسمها طرح الأكتار هتطرح المية من العشة هو هتطرحه المية ناقص عشة هيديك في طرف المربع ايه يديك تسعين كيلو جرام سكر عشان تعمل محلول سكري تركيزه تقعشة في المية باستخدام مربع برسل يبقى تسعين واحدة وزنية من السكر طب هنطرح العشة من الصفر وحيبقى عشة يبقى انت عشان تعمل محلول سكري تركيزه عشة في المية باستخدام مربع برسل عايز تسعين واحدة وزنية من السكر زائد تسعين واحدة وزنية من المية عشان يديك مية في المية محلول سكري تركيزه عشة في المية وبناء على هذه المعلومة هتعمل كل حاجة يا إهوان نقول لك هو كل تسعين كيلو جرام مية مع الضفء ليه عشة كيلو جرام سكر ان الناتج بيكون مية كيلو جرام محلول سكري تركيزه عشة في المية مش لازم انت تستخدم سكر ومية فقط ممكن مثلا يبقى عندك نوعين من انواع المحلين واحد مرتفع التركيز والتاني منخفض التركيز وعايز تقلل التركيز بتاع المرتفع برضو بنعمل نفس الاساس ونفس السيستم بتاعنا عندك مثلا محلول تركيزه عالي وعايز تخففه بالمية حط التركيز العالي فوق وخففه بالمية المية تركيزها طبعا بيبقى صفر وتبتدي تبتدي تحل ايه تبتدي تطرح الأقطار عندك دلوقتي بطاقة الملاحظة اداء الطالب المرتبط بتصنيع العصائر والمركزات احنا عندنا اول حاجة يجهز الخامات اللازمة لعمل المحلين النقطة دي برضو احب اقولك دلوقتي انت في المعمل انت في المعمل طب انت قبل انت بتقول لنا مثلا انت حضر محلول سكاري او حضر محلول ملحي تركيزه عشرة في المية طب انت ايه اللي ما هعمله في المعمل اول حاجة بتعملها عشان تعمل شغلك صح طبعا الكلام ده اللي انا حرقبه او المقيم حرقبه حيكون موجود في بطاقة ملاحظة عنده اول حاجة يجهز الخامات اللازمة لعمل المحلين حشوفك اول حاجة هتعمل ايه في البطاقة دي البطاقة دي هتلاقي ايه هل هو الطالب جاهز او مرتدي الملابس اللي هيدخل يشتغل بيها يعني ايه يعني ايه مرتدي الملابس هل هو لابس البلطو بتاعه هل هو لابس الجوانتي بتاعه هل هو لابس الطاقية اللي هي الغطاء الرأس هل هو مش لابس اكسسوارات واسناء عملية التصنيع مقاصص ضغفر كويس غاسل ايده كويس طب رافو عليك ده انا كده الطالب داخلي كل الحاجات لابس الحزاء كل الحاجات اللي هي اول حاجة حيعمل عشان يجهز للخامات ممتازة فيه داخلي ما شاء الله عليه شكله مية في المية بقول عليه جدير النقطة دي بديله عليها جدير وبعمله عملية صح طب جات بعد كده بيجهز الخامات بتاعته يشوف تاريخ الصلاحية اهوه هيعمل مثلا محلول سكر ها يشوف الاول يشوف السكر كويس موجود ولا لأ يتأكد من مصدر المية ولا لأ الكلام ده ممكن كمان يقوله عن طريق شفوي وهو بيتكلم انا اتأكد من السكر يشوف تاريخ الانتاج والصلاحية اه اه ويشوف مثلا هل السكر فيه برطوبة ولا لأ يشوف مثلا اه يبتدي يجهز الادوات بتاعته والمعدسمها يجهز الخامات اللازمة دي اول حاجة اعملي التجهيز يدوبك تجهيز بس لبس ويجهز الادوات بتاعته اللي موجودة بتاعته ويه يتأكد ان فيه صلاحية الخامات بتاعته المستخدمة صلاحيتها كويسة ولا لأ الادوات اللي هيستخدمها هل هي نظيفة ام لا كل ده قبل ما بيشتغل ودي هي يجهز الخامات اللازمة طب بعد كده بعد كده بيحضر المحلول السكالي طيب او المحلول اللي هو عايز يعمله طب مش لازم قبل ما يحضر لابد ان هو يوزن الخامات الدخلة في عمليات التصنيع برضو نفس الحكاية يوزنها ازاي او بيحدد الكمية قد ايه يحددها عن طريق العمليات الحسابية اللي هو مربع بيرسون او يبتدي يشتغل بقى يبتدي اه ده انا هاخد مثلا تسعين ويحتوزنها من السكر ابتدي طبعا انا مجاهز الميزان ابتدي اوزن السكر اللي موجود طبعا عندك المية كمية المية اللي هيستخدمها بيقدر حجم المية قد ايه طيب في مقلب معا اه في مقلبات عشان يبتدي يقلب المية مع السكر عشان يعمل المحليل كل الكلام ده بيعد المحلول السكالي اللي عندي في حاجات لازم ياخد باله منها كويس جدا ايه هو علشان يعمل محلول سكالي او محلول ملحي بطريقة صحيحة فيه اشتراطات لابد ان الطالب يخلي باله منها اول حاجة بيتأكد من نظافة الادوات اللي بيستخدمها وجفافها يكون نظيفة كويس جدا جدا طيب ايه المحلول اللي عنده بيعمل ايه بيزن كمية السكر او الملح المحددة ودي بيوزنها بواسطة الميزان اللي عنده بيشوفه بيعرف فيه وزن صح ولا لأ بيقدر حجم المية اللي بتستخدم في عمل هذا المحلول فيه عنده مخبار مدرج ان شاء الله في الحلقة القادمة هكون جايبة معي الادوات دي علشان اعملها لكم عملي فيه هنا في الاستوديو بإذن الله بيقدر لك حجم المية يبقى هو دلوقتي وزن الملح او السكر المستخدم طبعا انا بحدد لو اعمل محلول سكري او محلول ملحي رقم اتنين بيقدر لي حجم المية المستخدمة باستخدام ايه باستخدام المخبار المدرج مخبار مدرج كده بيحط كمية المية اللي هو طبعا انا بقول له على حاجات بسيطة كميات بسيطة علشان يقدر ينفذ المهمة قدامي بطريقة صحيحة طبعا بعد كده يجري عملية ايه يعمل عملية التصفية الازابة الاول بيعمل عملية الازابة الازابة يعني بيبقى معاه مقلب كده ويبتدي يعمل عملية ازابة انه هو يطمئن تماما يطمن تماما ان كل الملح او السكر داب تماما في المية بعمل المحلول 5 حاجة بيعمل عملية اشوفه هل بيعمل عملية تصفية للمحلول تصفية للمحلول يعني ايه تصفية للمحلول يعني هو دلوقتي شاف انه هو لما عمل محلول سكري في بعض الشوائب الموجودة ساعات بتبقى مع السكر او الملح طب هو ماينفعش ماينفعش انه هو ده المحلول ده يستركيزه طالما في نسبة شوائب طب هيبتدي يعمل تصفية او ترشيح ممكن يكون جايب مثلا ورق ترشيح او اي حاجة ورق ترشيح يرشح او قطن يحط مثلا في القوم او يبتدي ايه يعمل عملية الترشيح علشان معظم الشوائب اللي موجودة في المحلول تبتدي تتخلص منها هو كده عمل كل حاجة اول حاجة جهز الخامات والادوات بتاعته زي ما قلتلكم تاني حاجة حضر المحلول بتاعه تالت حاجة بقى واللي هي اهم حاجة ازاي ايه تركيز المحلول بالاجهزة المختلفة احنا عندنا نوعين من انواع الاجهزة المستخدمة في قياس تركيز المحليل اول نوع من انواع الاجهزة المستخدمة في قياس المحليل نوع اسمه الايدرومترات ودي اللي احنا هنتكلم عليها النهار ده الايدرومترات ده جهاز يستخدم لقياس تركيز المحلول السكري او المحلول الملحي هل الايدرومترات فقط هي التي تستخدم في قياس درجة المحليل لا ده احنا عندنا جهاز تاني اسمه الريفراكتوميتر او ريفراكتومترات ودي برضو هنتكلم عليها بشيء من التفصيل ونعرف الاساسي العلمي لعمل هذا الجهاز احنا دلوقتي اللي هتكلم عليه هو الايدرومتر الايدرومتر تعبار عن ايه عبارة عن ساق زجاجية زاق زجاجية لها انتفاخ من اسفل والساق الزجاجية دي فيها من الاخر خالص هجبلكم بالصور دلوقتي فيها سقل من كرات الرصاص علشان الايدرومتر اما تيجي تدخله وتحطه جواه المغبار علشان تبتدت اسبي يكون الايدرومتر في وضع زي ايه وضع رقصي كده يطلع ينزل يطلع لي من يمين ولا شمال يبقى دي اول حاجة ساق زجاجية وفيها انتفاخ من اسفل وفيها انتفاخ صغير كده في كرات الرصاص لكي يظل وضع الايدرومتر وضع رقصي هتبسي تلاقي الايدرومتر ده اعمل فيه تدريج من اعلى الى اسفل طبعا الايدرومتر فيه عندنا انواع كتيرة منه فيه عندنا ايدرومتر تستخدم في قياس تركيز المحاليل السكرية وفيه عندنا ايدرومترات تستخدم في قياس تركيز المحاليل الملحية الايدرومترات التي تستخدم في قياس تركيز المحاليل السكرية عندنا حاجتين عندنا اتنين ايدرومتر اسمه بالنج اسمه ايه؟ ردوا معايا كده الجملة دي بالنج وفيه ايدرومتر تانو اسمه بيركس اسمه ايه؟ بيركس يبقى بيركس وبالنج دول متخصصين في قياس تركيز المحاليل السكرية طيب فيه عندنا نوع تاني من ايدرومترات بيستخدم في قياس تركيز المحاليل الملحية اسمه ايه؟ اسمه البومير نقولها تاني حقولها تاني البومير وفيه عندك حاجة اسمها السالومتر السالوميتر بوميه سالوميتر السالوميتر دا بيقس درجة تشبع المحاليل الملحية يعني المحاليل الملحية ما بتوصل ل26% دا اسمها درجة التشبع بيقسها السالوميتر تاني بقى يحن عندنا كم نوع من الايدرومترات أنا بحب أسألكوا واختباركوا وأشوفكم مركزين ولا مش مركزين بس أبناء الطلبة كلهم مركزين كم نوع من الايدرومترات عندنا عندنا تنين ايدروميتر الى قياس تركيز المحاليل السكرية birthdaygop cứ بالنسبه لتركيز المحاليل الملحية عندك البومي وعندك السلوميتر عندنا البالينج ده يبقى التدريج بتاعه من صفر لستين عندنا البركس هنا فيها عندنا من صفر لطلاثين وفيه عندنا من ثلاثين لستين وفيه من ستين لتسعين ده بالنسبه للانواع بتاعتها البوميعة دي خالص زي ما هو كده موت خلي بالك نظرية عمل هذا الجهاز بيعتمد على نظرية مشهورة جدا اللي هي قاعدة أرشميدس اللي هو اسمه قانون الطفل تاني كده أقولها أقول الحتة دي تاني يعتمد عمل الأيدرومترات على قانون الطفل الأرشميدس اللي هو بيقولك إيه إذا غمر جسمي في محلول فإنه يزيح كمية من هذا المحلول وزنه يساوي وزن الجسم المغمور ده يعني أنت دلوقتي مثلا عندك مثلا كرة عندك كرة حطيتها في كوباية كرة صغنطوطة كده حطيتها في كوباية إيه اللي بيحصل؟ تبص تلاقي المية بتتزاح كمية الإزاحة دي هي وزن الكرة الصغيرة هو ده نفس الحكاية ونفس السيستم اللي ماشي عليه الأيدرومترات حواريكو دلوقتي أشكال الأيدرومترات عشان تبقى واضح الرؤية بالنسبة ليك وتعرف إيه هي أنواع الأيدرومترات أول حاجة احنا قلنا بطاقة الملاحظة الأولينية يجهز الخامات اللازمة لعمل المحلين زي ما أنا قلت لك أول حاجة يرتدي الملابس المخصصة للعمل وفقا لقواعد الصحة والسلامة المهنية حواريكو شكل صورة كده شايفين؟ أهو بعض الطالبات أهو مسكين إيه؟ بيعملوا هوا مسكين اللابسين البلتو أو لابسين كمان الماريالة وغطاء الرأس وساعات بتحطي لازم الكمامة وعندك الجوانتي ده اسمه مزبوط كده اللبس المزبوط هقولك شايفة أكتر كمان زي ما أنت شايفهو شايف لابس أول حاجة أول حاجة بيبقى لابس البلتو بتاعه وإدم في الجوانتي وعنده لابس حتى لابسين نضارات كمان وساعات اللي بيبقى عندهم لحية بيبقى فيه غطاء للحية علشان ما يحصلش أي تساقط للشعر عفي المنتجات الغذائية اللي موجودة تاني حاجة يتأكد من نظافة الأدوات المستخدمة تبقى للإشتراطات الصحية ده قبل ما بيشتغل خالص كل ده بياخد باله كل دي في بطاقة الملاحظة عندي اللي بقايمك عليها هل أنت بتتأكد أن الأدوات بتاعتك نضيفة؟ ولو الأدوات مش نضيفة هتستخدمها على طول ولا هتخسلها قدامي تبقى للإشتراطات الصحية أنا بيلاقي الطالب يدخل على طول بيبقى لابسكويس وينضيفة الأدوات بتاعته ومع الفوطة بتاعته تبقى ينشف الأدوات ونضيفة بتاعته يبقى كده ممتاز مية في المية بعد كده بيعمل إيه؟ يتحقق من تاريخ صلاحية المواد الخام تبقى للمواصفة الكياسية بيعرف المادة الخام اللي عنده اللي حيستخدمها في عمل المحليل هل هي صالحة للاستخدام أم غير صالحة فيه بعد كده هو انت شايفين اهو قاعدين اهو بيتأكدوا بيتأكدوا ان الحاجات منتهية الصالحية ولا لا وبص اللبس بتاعهم اللبس بتاعهم خلاص مش باين غير عينهم بس عشان انت تتعامل مع غزاء لازم يكون فيه سلامة غزاء غزاء آمن طيب بعد كده يتحقق من مصادر المية المستخدمة وفقا للإشتراطات الصحية لان احنا قلنا ان المية لها دور فيه إنتاج المنتجات سيان كانت المنتجات المية كويسة يبقى المنتج اللي عندك حيكون ممتاز فيه عندك اهو تاني حاجة بقا بيعمل ايه بيحضر المحلول السكري زو تركيز معين طيب هيعمل ايه الاول يزن السكر او الملح للتركيز المطلوب تلك عشرة في المية يبقى انت هتاخد كم جرام سكر وكم جرام ملح وجام جرام سكر او ملح او وتبتدي توزنه بالميزان المطلوب اهو عندك الميزانة هون الميزانة هون اللي انت بتحط عليه الكمية اللي انت ده ميزان ديجيتال طبعا بتبتدي تعرف بيوزن قد ايه تاخد الكمية بتاعتك اللي انت حسبتها من خلال مربع بيرسون بعد كده بيقدر حجم الماء عن طريق مربع بيرسون حسب التركيز المطلوب طيب طبعا هو بيبقى عارف كمية المية قد ايه نتيجة ان هو عمل الحزبية بتاعته ويبتدي بيوزنه بالخبار المدرج يعرف كمية المية اللي حيبتدي يستخدمها يزيب السكر او السكر او الملح في الماء تبقى للممارسات التصناعية الجايدة طبعا هو معه مقلب والادوات بتاعته عشان خاطر يبتدي يعمل عملية التقليب بطريقة صحيحة جدا بعد كده يصف المحلول بالشاشة النظيف وفقا للممارسات الصحية الجايدة برضو عنده لقى المحلول فيه نسبة شوائب لا ده لازم يعمل ايه لابد ان هو بيعمل عملية التصفية الجايدة بعد كده بقى يعمل ايه الحاجة جزء التالت بقى من المهمة بتاعته يستخدم الايدروميتر لقياس تركيز المحاليل انا قلتلك الايدروميتر ده عبارة عن ايه اجهزة قياس تركيز المحاليل الملحية والسكرية عندنا في حاجتين يا اما الايدروميترات بنقص بها التركيز يا اما الريفراجتروميترات طيب نشوف كده الايدروميتر او الايدروميترات اللي عندنا عندنا الايدروميترات لقياس تركيز المحاليل السكرية طيب الايدروميترات لقياس تركيز المحاليل السكرية دي كم نوع من الايدروميتر عندنا عندنا النوع اسمه ايدروميتر بالنغ وفي عندنا الايدروميتر بيركس تكلمنا عن البالنغ والبيركس قولنا البالنغ بيوصل من 0 ال60 البيركس بيبقى من 0 ال30 او من 30 ال60 او من 60 ال90 عندنا ايدروميترات بنستخدمها لقياس تركيز المحالي للملحية عندك زي ايه عندك زي البومي زي ما انا قلتلك وفي عندنا السالوميتر تعال نشوف التدريج بتاعهم كده البومي هتلاقيه من 0 ال60 وده بالنسبة للمحالي للملحية طب السالوميتر سالوميتر ده بيبقى كبير شوية بيبقى 0 المية وانا قلتلك ده بيستخدم لقياس درجة تشبع المحالي للملحية او انت شايف اهو شكل الايدروميتر عندك او في الصورة شايفين البالنجة هون عندك البالنج زي ما انت شايف صاق زجاجية فيها انتفاخ وفيها تحت حاجة كده مبارزة شوية دي فيها كرات من الرصاص وقلنا الايدروميتر او الصاق الزجاجية مدرجة من اعلى الى اسفن من اعلى الى اسفن كرات الرصاص دي بتكون موجودة علشان خاطر تجعل الايدروميتر اثناء عملية القياس في وضع رأسي زي ما انت شايفه البالنج وفيها عندك البوميه وفيها عندك السالوميتر اللي هو السالوميتر اللي هو التدريج بتاعه بيكون من زيرو لحد مية من زيرو الكام لمية خلي بالك من الاشكال التلاتة دول وبتعرف ان انت تميز بينهم وكل واحد فيهم بيستخدم في قياس المحليل المختلفة السياء كان محلول سكري او كان محلول ملحي طيب عندك بقى افرت انت ما عندكش الايدروميتر يعني انت عندك محلول ملحي المفروض تستخدم البوميه لأ انت ما عندكش بقى ولا بوميه ولا سالوميتر هل ممكن استخدم بالنج ممكن تستخدم البالنج مع ان احنا نضربها في قيمة اسمها معامل التحويل معامل التحويل يعني انت ممكن تقيس تركيز محلول سكري ببالنج تركيز محلول ملحي ببالنج بس تحول القياية لدرجة بوميه تحول القياية لدرجة بوميه ازاي؟ اخد الاراية واضربها في معامل التحويل الشريحة اللقصادة جديد الوقت هتبين لك معامل التحويل اللي احنا بنستخدمه عندنا كل واحد درجة بالنج يساوي واحد درجة بيركس يعني البالنج والبيركس الاثنين زي واحد كل درجة واحدة من البالنج بيساوي درجة واحدة من البركس برضو نفس الحكاية كل واحدة درجة بالنج بتساوي كم بمية بتساوي 55 على 100 درجة بمية ودي قيمة ثابتة يعني انت دلوقتي عندك محلول سكاري محلول ملحي وكانت معنا درجة عندنا بالنج وابتدينا نقيس بالبالنج هيطلع لنا القيمة القيمة دي هتضرب في 55 على 100 اللي هي اسمها معامل التحويل عشان يحول لك درجة البالنج الى بومية طب لو العكس لو انت عندك محلول سكاري واستخدمت البومية بدل البالنج في الحالة دي هنضرب في العكس بقى في 100 على 55 يعني اقول لك كل واحد درجة بومية بتساوي 100 على 55 درجة بالنج لكل بيركس طب بالنسبة ليه البومية في كم سلوميتر واحد درجة بومية يساوي 4 سلوميتر لو انت عندك محلول ملحي لو انت عندك محلول ملحي وكان جوا سلوميتر واسلك السلوميتر وعايز تحوله البومية هتعمل ايه هتقسمه على 4 هتقسمه على كم؟ على 4 طب لو يعني احنا دلوقتي كده قدامناهم الشريحة دي مهمة جدا لابناء الطلبة علشان دي بتوريك المرونة في استخدام الايدروميترات المختلفة في عمل المحليل هعدها تاني في القراءة كل واحد درجة بالنج بتساوي كم بيركس بتساوي واحد درجة بيركس كل واحد درجة بالنج بتساوي 55 على 100 درجة بومية كل واحد درجة بومية بتساوي كم درجة بالنج او بيركس بتساوي 100 على 55 درجة بالنج او بيركس وكل واحد درجة بومية بتساوي 4 درجة سالوميتر اذا كده احنا هنبتدي نعرف التحويلات او العلاقة الرياضية بين الايدروميترات المختلفة دلوقتي ما يجب مراعاته عند استخدام الايدروميترات اول حاجة احب اتكلم بقى فيها دي شوية انت عشان تستخدم الايدروميتر بطريقة صحيحة وان شاء الله الحلقة القادمة هيكون معايا الادوات بتاعتي وحواريك الطريقة الصحيحة لعمليات القياس اول حاجة انا قلتلك عشان تستخدم او تعمل تستخدم الايدروميتر صح اول حاجة ان انت نظافة الادوات المستخدمة خلاص كده نظافة الادوات المستخدمة وجفافها عندك المحلول الملحي اما تيجي تحطه في المغبار المدرج امالة المحلول عشان تملأ بقى في المغبار المدرج امالة المحلول بزاوية 45 درجة عند وضعه في المغبار المدرج بس قبل كده التأكد من أن المحلول ماله خالي من الشوائب خالي من الشوائب بمعنى إيه؟ إن إحنا لو لقينا فيه شوائب يبقى لابد أن أنت تجري عملية تصفي على طول تصفيه بعد ما تصفيه وتتأكد خلوه المحلول السكري أو الملحي من هذه الشوائب ابتدي حطه في المغبار المدرج بزاوية 45 درج ما تحطهش كده عمودي لا ده أنت حتحطه بزاوية 45 درج علشان ما يتكون لكش فقاعات هوائية تؤثر على القراءة عند استخدام الايدروميتر تدلوقتي خلاص حطت المحلول الملحي أو السكر عايز تحط الايدروميتر جوه عشان تقيس التركيز لو في فقاعات هوائية داخل المحلول معنى كده إنك أنت كده معلش كده الإراءة بتاعتك مش هتكون مزبوطة خلي بالك كمان اللي لابد إن درجات الحرارة تماثل درجة حرارة الايدروميتر لأن لو درجة الحرارة بقت عالية هنضرب في معامل عشان درجة الحرارة دي بالذات لما تيجي تحط المحلول في المخبار المدرج لابد أن يكون المخبار على سطح مستوي يعني أنا لخلي مثلا عندي المندضة اللي عندي تكون ميلة أو بتكون مش مستوية إذن لما هتيجي تحط عليها المخبار المدرج هيبقى المخبار المدرج معاك ميل وبالتالي ده غلط لابد لا يعبر عن القراءة الحقيقية يبقى وضع المخبار المدرج على سطح أفك على سطح مستوي مستوي خالص ما فيوش أي تعريك طيب بتعمل إيه كمان وضع الأيدروميتر داخل المخبار بحركة دائرية هتمسك تاخد الأيدروميتر هتبتدت تحطه جوه المخبار وتبحركة دائرية بسيطة يفضل يطلع ينزل يطلع ينزل لحد ما يثبت خلي بالك كويس جدا اوعى تقرأ قراءة الأيدروميتر والأيدروميتر ميل ملاصق للمخبار المدرج لو ملاصق يبقى أنت كده فيه غلط فيه الإيراية بتاعتك فيه غلط في الإيراية بتاعتك طيب فيه كمان أول لما يثبت الأيدروميتر داخل المخبار المدرج خلاص كده نقرأ الإيراية نشوف المحلول وقف عند رقم كامل صاجر الزجاجية دي وده بيديك التركيز على طول وقف عند عشا يبقى عشا في المية وقف عند عشين عشين في المية خلاص كده طيب فيه حالة المياه الغازية أو المواد اللي فيها نسبة غاز إيه وعتاخد الإيراية على طول لا ده أنت لابد أن أنت تتخلص من الغاز الموجود في هذا المياه الغازية أنا عايز أحسب نسبة السكر في المياه الغازية قد إيه طبعا هتاخد كده حط الأيدروميتر وهو جوه هوا مياه الغازية فيها هوا لا طبعا ده أنت هتعمل حاجتين قبل القياس خمس ده أنت إما هتبتدي تعمل تسخين بسيط للمياه الغازية علشان نطرد معظم الفقاعات الهوائية الموجودة في هذا المياه الغازية أو أن أنت تعمل عملية رج بسيطة عملية الرج البسيطة دي بتعملك إيه؟ بتخلي الغاز اللي موجود جوه المحلول يبتدي يطلع فوق يتخلص منه يعني وبالتالي أنت لما بتيجي تعمل تحط بقى الأيدروميتر عشان تقيس حتى دل على القراءة الحقيقية لهذا المحلول يبقى أنت دلوقتي خدت شروط واجب مراعطها لما بتيجي تعمل الأيدروميتر إيه هي؟ رقم واحد مظافة الأدوات المستخدمة وجفافها طيب رفو عليه صفاء المحلول السكري أو الملحي وخلوه من الشوائب صحي كده؟ بعد كده إمالة المغبار بزاوية 45 درجة عند سكب المحلول داخله ليه؟ عشان ما تكونش فقاعات هوائية تؤثر على القراءة بعد كده بتعمل إيه؟ وضع المغبار على سطح إيه؟ سطح مستوي عشان ناخد القراءة صحيحة وضع الأيدروميتر داخل المغبار بحركة دائرية والانتظار حتى يزبط ثم أغز القراءة والقراءة دي هي اللي بتعبر عن التركيز السكر أو الملح اللي موجود طيب بعد كده بنعمل إيه؟ بعد كده عندنا إذا كان الأيدروميتر ملاصق للجدار يعني لازق مائل ولازق في المغبار مش واقف كده رأسي يبقى معنا كده متاخدش الإغاية يبقى أنت في حاجة غلط أنت عملتها طيب بعد كده لو كان عندك مياه الغازية بتعمل إيه؟ بتعمل أنت بترنج المياه الغازية عشان تتخلص من الغاز اللي موجود أو أنت بتعمل إيه؟ أو أنت بتعمل عملية تسخين بسيطة كده متخرج منها أنت بتتخلص من الغازية أو تعمل عملية تقليب حده كده شوية التقليب دي من شأنها أنها هتخلص لك من الغاز الموجود في المحلول وبالتالي لما تيجي تقدر تعمل إيه؟ تقص تبص تلاقي الإيهز بتاعك مزبوط وبرضو تخلي بالك من درجات الحرارة لابد أن يكون درجات الحرارة متمثلة علشان لو فيه ارتفاع في درجات الحرارة لابد أنه هيتضرب في معامل تحويل سابت عشان الإغاية بتاعتك تبقى إغاية صحيحة نشوف الكلام ده اللي قلته ده على الشريحة اللي عندنا إحنا دلوقتي ما يجي أقولك ما يجب مراعاته عند استخدام الأيدروميتر أو أول حاجة حنقولها هي جفاف المخبار والأيدروميتر ونظافته هما تاني حاجة زي ما أنا قلت لك صفاء لون المحلول المختبر وخلوه من المواد الصلبة العليقة قدر الإمكان مسج المحلول المختبر جيدا لضمان تمثيله للعينة له يعني لو كان عندك محلول سكر تبص تقلب بالمقلب عندك كويس جدا علشان كل السكر أو كل الملح يبتدي يدوب معاك يبقى عندك الإراية تبقى مظبوطة معاك برضو مراعات إمالة المخبار بزاوية قدرها 45 درجة عند التعبئة أو سكب المحلول بداخله ليه؟ منعا لتكوين فقاقعها وقية مما يؤدي إلى رفع الأيدروميتر وبالتالي تسبب خطأ في القراءة وإلا فيجب التخلص منها قبل القياس حاول دي تاني مراعات إمالة المخبار بزاوية كم؟ 45 درجة عند تعبئة أو سكب المحلول بداخله ليه؟ منعا لتكوين فقاقعها وقية مما يؤدي إلى رفع الأيدروميتر فوق بتخليه ما بتعبرش عن الإراهة الحقيقية وبالتالي تسبب خطأ في القراءة وإلا فيجب التخلص منها قبل القياس عدم كراءة الأيدروميتر إذا كان ملاصقا لجدار المخبار زي ما أنا قلتها لكم وبإذن الله حاجبها لكم مرة جاية عملي التأكد من أن المخبار موضوع على سطح أفقي برضو عند استخدام الأيدروميترات لقياس درجة تركيز المحليل محتوية على غازات زي ميها الغازية هتعمل إيه؟ الطالب في واحد بيقول لي يراعى تسخين المحلول حتى درجة الغليان وذلك لضمان طرد الغازات وممكن كمان تعمل عملية ترجع أو تقليب دي بتافي بالغرض طيب كيفية تحضير محلول ملحي أو سكري وقياس التركيز بالأيدروميتر كلام ده دي مهمة عندك مهمة عندك هتتقدى قدام المقيم والمقيم حيبتدي ياخد باله من كل خطوة أنت بتعملها تعالوا نشوف كده هتعمل إيه؟ أول حاجة الأدوات المطلوبة عندك إيه الأول؟ مغبار زجاجي جاف نظيف لا يقل لك عن خمسة سنشوفوا شكله أو المغبار ده لو كانت مش هتجي هتظهر في الشرايح اللي جاي طيب في عندك إيه؟ ترمومتر لقياس درجة حرارة المحلول المختبر عشان تعرف درجة حرارة المحلول المختبر مظبوطة ولا لا بتتماثل مع الأيدروميتر ولا لا طيب عندك إيه كمان المفروض يكون معاك؟ أيدروميتر مناسب لنوع المحلول كل ده؟ كل ده أنت بتحضره قبل ما بتعمل المهارة بتاعتك هتحضر المغبار المدرج هتحضر الأيدروميتر هتحضر الترمومتر طيب هتحضر إيه كمان؟ مقلب فيه مقلبات كتيرة جدا مقلب مناسب لتقليب المحلول قبل أغز العينة للاختبار أنا دلوقتي كده كمقيم حبتدي أشوفك بتعمل الكلام ده صادي بتأدي هذه المهارة بطريقة حرفية يعني ما فيش خطأ لأن لو فيه أي خطأ يبقى أنت كده هذا المعيار حيتعاد مرة تانية طيب فيه تاني أهو أداة لتعبئة المحلول بالمغبار ممكن يستخدم كأس صغيرة يبقى أنت قبل ما بتيجي تشتغل معاك يعني تعمل المحلول أول حاجة طبعا أنت عملت بالمربع بيرسون عملت الحاجة بتاعتك وبعد كده بتجهز الأدوات وتبتدي عشان تشتغل بقى تحضير المحلول ده برضو هناخد الخامة بقى اللي موجودة عندنا عايز تعمل محلول سكري هتحط السكر مع الميا عم تستعمل محلول ملحي هتستخدم الملح مع الميا وبرضو زي ما الأول خالص قلتلك أن انت حتبتدي تتأكد من الميا ومن مصدر الميا ومن الملح اللي بيستخدم في العمل المحالين برضو نفس الحكاية بنستخدم الايدروميتر لقياس تركيز المحالين أول حاجة تعبئ المحلول ببطء في المغبار وفقا للبرنامج المعد يعبئ المحلول ببطء في المغبار وفقا للبرنامج المعد يأخذ القراءة تبقا للبرنامج المعد أبناء الطلبة والطالبات طبعا أنت إلى حد ما عرفت النهاردة إزاي أنت تحضر محلول سكري أو محلول ملحي إزاي تحسب الكمية الحسابية باستخدام مربع بيرسون إزاي يكون عندك أنواع مختلفة من الايدروميترات وإن أنت ممكن تضرب في معامل التحويل عشان يبقى عندك مرونة في الأداء إزاي الشروط الواجب توافرها لعمل محلول سكري أو ملحي يمكن قياسه والاشتراطات الواجب توافرها عند استخدام الايدروميترات وإزاي أن أنت قبل ما بتشتغل تهتم بإزاي بتاعت تهتم بتحضير الخامات بتاعتك تهتم بعملية النظافة تهتم بالتحضير وبالوزن المطلوب علشان أبناء الطلبة كلهم ياخدوا جدير إن شاء الله أتمنى من الطلبة والطالبات أنهم يكونوا استفادوا من هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الحلقات القادمة وحيكون في جزء عملي حيتعامل قصادكم إن شاء الله تمانياتي لأبناء الطلبة والطالبات بالتنجاح والتوفيق وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته